كشف مدرب نادي برشلونة تشافي هرنانديز أن ليون الميسي سيقرر الأسبوع المقبلة أين سيواصل مسيرته مضيفاً أن النادي الكتالونية لا يزال مهتم بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ومن المقرر أن يلعب ميسي 35 عاماً آخر مباراة له مع باريس سان جيرمن غداً السبت قبل أن يغادر ملعب حديقة الأمراء كلاعب حر بعد عامين في باريس وقالت شافي الذي سبق له أن لعب بجانب ميسي في برشلونة في حوار خاص مع صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية في الأسبوع المقبل سيتخذ ميسي قراراً وعليكما وسائل الإعلام أن تتركه وشأنه وأضاف سيقرر الأسبوع المقبلة والآن هناك مئتان فرضية لا أرى أن الأمور معقدة بالنسبة لعودة ميسي إلى برشلونة الأبواب مفتوحة أمامه أنا المدرب وأعرف أنه سيساعدنا كثيراً لو قرر العودة لكن في النهاية علينا تركه وشأنه قليلاً لأنه لديه الكثير من الاحترام لباريس ويريد أن ينهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة وأكمل تشافي بعد المباراة الأخيرة من الموسم لديه كل الحق لاتخاذ القرار الخاص بالفريق الذي يريد أن ينهي مسيرته معه أعتقد أنه سيواصل اللعب على أعلى مستونا في كرة القدم ولو جاء إلى برشلونة فهذا ما يريده معظم أو كل الكتالونيين وأمضى ميسي 21 عاماً في برشلونة وساعد النادي في الفوز باء 35 لقباً لكنه غادر إلى باريس سان جرمان في أوت 2021 بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالنادي الكتالوني وسجل المهاجم الأرجنتيني 21 هدفاً وصنع 20 هدفاً آخر مع باريس سان جرمان في جميع المسابقات هذا الموسم وفي ديسمبر الماضي قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى لقب كأس العالم في قطر منهياً انتظاره للشرف الكبير الوحيد الذي استعصى عليه في مسيرته